نروح لأخبارنا النهاردة والبداية الحقيقة هبتدي مع تدريبات المنتخب الوطني طبعا استعدادا لمواجهة الأولى اللي هتكون قدام لبنان يوم الأربع اللي جاي عندنا طبعا يمكن أخبار انه كان النهاردة تمرين من داخل القوتيل بتاع أو فندق إقامة المنتخب الوطني اللي بيستعد لمباراة أولى هي ممكن تكون او تعتبرها المباراة الأسهل نسبيا كويس ان المنتخب سافر يعني يبدري شوية عشان يتعود على الأجواء ويا رب ان شاء الله تكون مشاركتنا في قطر في كاس العرب تكون يعني بشرة لمشاركة ان شاء الله أهم وأكبر بكتير جدا مشاركة في كاس العالم للأندي هنتابع مع حضراتكم وهنتكلم على منتخب مصر وهنتكلم على مشاركته على المطشط التلاتة الأولى سواء لبنان السودان والجزائر على التوالي وكويس برضو انه جدوى المطشطنا إلى حد ما تقدر تقول انها مباريات متدرجة القوة يعني لبنان أسهل من السودان والسودان أسهل من الجزائر عشان خصوصا انه ممكن شوية يكون فيه يعني نقطة سلبية نتيجة عدم وجود تجانس أو انسجام كامل بين العناصر اللي هتشارك في البطولة دي تقريبا 50% من قواني المنتخب أو 40% من قواني المنتخب بيشارك مع المنتخب لأول مرة وبالتالي ده هدين فرصة أكتر انه هم يعني يتضربوا مع بعض يخشوا مع بعض مطشط بالتدريج وان شاء الله يوصلوا لأعلى مستواتهم في مواجهة الجزائر اعتقد هتكون مواجهة الأهم والأصعب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر